عبر سكايب من موسكو سيرجي شاشكوف عقيد السابق في قيادة الجيش الروسي سيادة العقيد يعني هنا الحديث عن ما ينشره الجانبان الجانب الروسي أيضا من جانبه ووفقا لأحدث الخرائط نشر تراجعا للقوات الروسية هل يعدي ذلك بمثابة انتصار لأوكرانيا أم تراجع روسيا؟ مساء الخير بالفعل الهداف الأخيرة في جنوب شارك أوكرانيا أصفرت عن ظهور التساؤلات العديدة حول تباعة التغير المهم هذا وما هو السبب وكيف أصبح هذا التقدم الكبير للجيش الأوكراني ممكنا انقسم الخبراء والمحللون العسكريون في روسيا إلى قسمين القسم الأول يقول أنه هذا هي فكرة ذكية جدا من القيادة العسكرية العليا في روسيا والهدف منها هو الجذب الكوات الأوكرانية إلى أراضي مفتوحها من ثم محاصراتها وتدميرها وإلى آخره والقسم الآخر وهو صراحة أكبر يطرح السؤال لماذا تم انسحاب من المدن المهمة استراتيجيا مثل بلاكلية وإزيوم وكوبيانسك التي تم الكفاح في سبيل الاستلاع عليها منذ حزران خلال ثلاثة يوم فقط واليوم تم انسحاب الكوات الروسية من محافظة خاركف تماما يعني خط الجبهة راجع مثل ما كان في بداية شباط وهل هذا يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي تم إعلانها في بداية العملية من قبل الرئيس بولاديمير بوتين طالما لا أحد مطلع بالتفاصيل ولا حتى عموما بالخطة التي تم إعدادها في رياستر كيان الجيش الروسي أو في كريملين الجواب سعب من الواضح أن هذا هي هزيمة ولكن هي بسطة بمعنى بلهجة العراقية وليس للهجة المصرية يعني هذا هو النجاح التكتيكي للطرف الأكراني أو يعني انسحاب استراتيجي تكتيكي سيادة العقيد من وجهة نظرك تكتيكي استراتيجي لا الهدف استراتيجي يبقى كما هو ولكن تكتيكيا تعباويا نعم أحرزت الكوات الأكرانية بتقدم كبير ونعم كان هناك الانسحاب للكوات الروسية بين المساحات الواسعة ولو سمدها وزارة الدفاع الروسية بإعادة التجمع أو التراجع أو تعديل خات الجبهة ولا آخره هذا كله يدول على أن في مثل هذه الظروف الحالة حيث يتفوق الجيش الوكراني على الكوات الروسية في منطقة دونباس من حيث القوة البشرية خمسة أدعاف يعني المشات هذا هو عنصر أساسي في معركة حتى ولو كان هناك التفوق الكبير من قبل روسيا في الجو وفي المدفعية والدروع ولا آخره ولكن جندي عندما يدخل جندي خندق أو مدينة والآخره هذا هو عنصر أساسي يثبت النجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر